بالفعل أبدأ من حيث هذا النبأ الذي تأكد لنا من بعض المصادر الرسمية حتى الآن وهو إقامة جنازة عسكرية غدا للرئيس الأسبق حسني مبارك هذه الجنازة التي تم الإعلان عنها حتى الآن من جانب بعض المصادر المقربة من الجيش المصري أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك أيضا من مصادر مقربة للرئيس الأسبق حسني مبارك لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذه الجنازة بشكل رسمي على الجانب الآخر ردود الفعل في الشارع المصري ربما صاحب نبأ إعلان وفاة الرئيس حسني مبارك في البداية كما هو الحال في كل مرة يتم فيها نشر هذا الخبر جدال بشأن صحة أو مدى صحة هذا النبأ ونشر هذا الخبر لكن سرعان ما تم التأكيد والإعلان رسميا من جانب المصادر الرسمية وكذلك نعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة ووصفته الرئاسة المصرية بأنه أحد أبطال الحرب السادس من أكتوبر التي أعادت العزة والكرامة نظرا لأنه كان يتولى قيادة القوات الجوية وكذلك نعته القوات المسلحة المصرية ووصفته بأنه أحد أبناء القوات المسلحة المصرية في الشارع المصري وبين الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هناك حالة واسعة من نعي للرئيس الأسبق حسني مبارك وهناك حالة من استرجاع الذكريات وإعادة للخطابات الخاصة بها الرئيس حسني مبارك ومواقفه رغم أنه قد خرج من الحكم في ثورة شعبية في الخامس والعشرين من يناير في عام 2011 لكن هناك نعي واضح وواسع من الشعب المصري لوفاة الرئيس الأسبق شكرا جزيلا لك محمد الحمروي مرسل الغد كنت معنا من القاهرة